وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون كبة نية نباتية طريقة الكوب اليوم إن شاء الله رح تكون على الطريقة التركية بطريقة جدا سهلة وطعم جدا شحي تعبوا معي الوصفة بالتفصيل وتعالي شوف طريقة العمل خطوة بخطوة أول إشي هون رح نحضر مع بعض للبرغل بالنسبة للبرغل هون رح نحتاج بالوصفة البرغل الناعم الأسمر طبعا الأفضل أنك تستخدم هون البرغل الأسمر نسبة الألياف فيه عالية فلما تيجوا تعجنوها ما بتغلبكم طبعا هون رح نحتاج بالوصفة أربع كاسات من البرغل على البرغل هون رح أحط كاستين من المي طبعا عندي هون المي لازم تكون مي ساخنة بتغلاب رح أقلبهم مع بعض حتى توصل المي لكل البرغل رح أتركه على جنب تقريبا مدة ربق الساعة حتى تفتح عندي حبط البرغل هيك عندي طبعا صار البرغل جاهز هلا هون رح أنزل المطيبات في البداية هون رح نحتاج من المطيبات ثلاث ملاقق كبار من معجون الطماطم رح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من دبس الفلفلة أو معجون الفلفلة ورح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من البابريكا الخشنة ورح نحتاج معلقة كبيرة من البابريكا النعمة ورح أستخدم هون معلقة كبيرة من الكمون طبعا الوصفة الأصلية ما استخدموه بس ضرورة تحطوه رح نحط هون معلقتين كبار من السماج بطاعة حموضة كثير طيبة ورح أحط هون نصف كاس من زيت الزيتون بالإضافة إلى نصف كاس من دبس الرمان طبعا دبس الرمان ما تستغنوا عنه بيعطي نكهة كثير طيبة رح نحتاج هون حبة كبيرة من البصل طبعا بشرتها وصفيت كثير منيحة من المي رح أحط هون كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس وآخر إشي هون رح أحط نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح بالنسبة للملح بتحطوه حسب الضوغ بس بالبداية بتحطوه كمية بسيطة هل هون باستخدام المضرب رح أخلطهم كثير منيح مع بعض طبعا مدة العجن كانت عندي تقريبا ربع ساعة بس كنت كل شوي أريح الماكنة تقريبا هون لما مرق سبع دقائق نزلت هون حبتين من البندورة طبعا عندي هون البندورة مبشورة طبعا نزلتها شوي شوي وهون رجعت حطيت كم حبة من الثلج الثلج هون بيعطي نعومة وبيعطي لمع حلوة للكبة بالإضافة انه بيبرد على الماكنة قبل ما أطف الماكنة هون حطيت رجعت نصف كاس من زيت الزيتون كمان بيعطي لمع كثير حلوة هيك عندي العجنة صارت جاهزة رجعت هون عجنتها تقريبا مدة خمس دقائق على إيدي الأصل بالعجنة هاي بعملوها على إيدهم بس عشان الشغل يكون معكم سهل استخدمنا العجنة مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا الهراسة بس لازم تكون قوة الهراسة كثير منيحة حتى انها ما تحترق معكم هيك عندي القوة ممتاز هلا هون رح أبلش أشكل فيها وبعد التشكيل رح أدخلها الثلاجة حتى تكون معي باردة وقت التقديم رح أعكي بالنسبة للطريقة الأصلية للكبة النية النباتية هنا بيعملوها بصحن واسع بس بيكون مبذر الصحن وبيشتغلوها على إيدهم طبعا هي بتأخذ وقت كثير طويل وشغل كثير طويل على الإيد بس العجنة بتختصر معكم وقت بالنسبة للتقديم هون قدمت جنبها الخاس شرائح البندورة شرائح الليمون بالإضافة لدبس الرمان بنأخذ قطعة من الخاس بنأخذ كمان معها قطعة من الكبة بنروش عليها شوي من الليمون ممكن كمان تغطسوها بدبس الرمان وتأخذوا قطعة من البندورة وتقدموها ما شاء الله الطعب جدا شهي طبعا الكبة النية طيابتها تقدموها باردة وصفة جدا شهية بتمنى كثير إنها تعجبكم إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوا دعم قناتي الاشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة